الدولة المصرية الحمد لله قدرت في السنين الاخيرة انها تسكت كل معارضيها السياسيين والنشطاء والصوار والصحفين واي حد كان بيفتح بقه ويعرضها ووزعت على كل دول بالتساوي تهم العمالة والتمويل من الخارج والاخوانة بس تقريبا كده بعد ما خلصت على كل دول لقت لسه في عندها شوية تهم بالخيانة وإصارة البلبلة وزعزعت لاستقرار فضلين ومش لقى اي حد تلبسهم له طب وبعدين معقولها نسيب التهم كده مركونين لحد ما يبوزوا من ركنة لا طبعا احنا ندور على الناس نلفق لهم التهم اللي من هالصاحب دي وفضلت الدولة تدور لحد ما عترت في الدكاترة وقالت بس هم دول أصحاب النصيب يلا يبني حط لكل دكتور تهمة في جيب البلط بتاعه كان يا مكان في خمسينات القرن اللي فات سيناتور أمريكي اسمه جوزيف مكارثي كان عضو في الحزب الجمهوري الحاكم في الوقت ده جوزيف جي في يوم كده وخلص جلساته في مجلس الشيوخ بدري وقاعت في بيته يفكر ويقول احنا عندنا معارضين كتير قوي وناس عمالة تتكلم وتقول رأيها هو يعني عشان احنا في أمريكا وديمقراطية وحرية وبتاعه يقوم كل واحد عنده لسان يعمل فيها معارض وصاحب رأي لا الكلام ده ماينفعش احنا لازم نلاقي طريقة نخلص بها على الجماعة دول وكل واحد يحط لسانه في بقه طب نعمل معهم ايه نقتلهم لا طبعا ماينفعش احنا في أمريكا برضه مش في خرابة يعني هنقتل كل دول ازاي اكيد الناس مش هتسكت احنا عاوزين نخلص عليهم بطريقة تخلي الناس تقف معانا مش ضدنا بس لقيتها احنا نلفق للناس دي تهم ونخوف الناس منهم طب نقول عليهم ايه نقول مثلا ان هم اخوان لا اخوان احنا في أمريكا مش في مصر احنا نقول عليهم انهم شيوعيين وجواسيس للاتحاد السوفيتي وعاوزين يقضوا على امريكا ويدمروها ويزعزعوا تمثال الحرية وبدأ مكارسي واعوانه في الحزب الجمهوري ينفزوا الخطة دي فعلا ولبسوا البرانيت بتاعتهم وبقى يلفوا في البلد واي حد معد مش عاجبهم يشدوا ويقولوا عليه شيوعي وعمل للسوفيات واخوه لنين في الرضاعة ومربي باندا في بيته وبيصرف عليها فلوس الشعب الامريكي الحملة دي فضلت شغالة فترة طويلة جدا ورح ضحيتها الاف من الشعب الامريكي منهم سياسيين وموظفين في الوزرات المختلفة وشخصيات عامة زي شارلي شابلين ومارتين لوتر كينغ وأرثر ميلر فيهم اللي تسجن واللي تنكل بيه واللي خسر وظيفته واللي تشوهت شمعته قدام الناس وطبعا مفيش ولا واحد من الالاف دول كان عليه دليل واحد يثبت التهم عليه بس الالة الاعلامية المكارثي كان صوتها أعلى من صوت الأدلة والقانون والرعب اللي دخلوا جوا الناس عشان يخوفوهم من المتهمين واللي عاوزين يعملوا في البلد كل ده خل الناس يصدقوا التهم بدون أدلة والإثبات وكلام بقى من نوعية لو سبناهم السوفييت هيجوا يحتلونها واستالين هيجي اغتصبك انت ومراتك وهياخدوا عيالكم يشغلوهم خدمين في الكريملين كل ده خل الناس في الأول تخاف على نفسها وتترعب على البلد ويصدقوا ويسكوتوا على ممارسات مكارثي الغير قانونية بس يوم وراء الثاني والموضوع بدأ يبوخ والناس بدأت تزمزق هو أي حد هيفتح بوقه هتقول عليه عميل السوفييت ولا يه لا كده 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 قوي يعني ده موسك ونفسها ما فياش عمل للسوفييت بالعدد ده والشعب الأمريكي بدأ يشكك في مكارثي واللي بيعمله والتهم اللي عمال يلزقها في الناس عمال على بطال والهجوم على مكارثي قاعد يزيد والديرة بدأت تقفل عليه وانتهى به الحال ان هو نفسه اتقبض عليه وتقدم للمحاكمة بتهمة الفساد والتزوير ومجلس الشيوخ أدانه رسميا ومكارثي لا أشاء عمره بيضيع وكان عاوز ينسى اللي بيحصله فراح يشترى مخدراته قاعد يشرف فيها لحد ما أدمنها وفي الآخر مات أوفردوس وانتهت حياة مكارثي بس العمله ما انتهاش وفضل موجود وبيستخدم في العالم كله تحت اسم المكارثية وهي انك تلفق تهم بالعمالة والخيانة لمعارضينك بهدف اسكتهم وتخليص عليهم وتخويف الناس منهم واحنا عندنا في مصر في اخر ست سنين استخدمنا المكارثية اكتر ما مكارثي نفسه استخدمها والله من اول عهد السيسي والدولة شغالة رامي في تهم العمالة والخيانة عن ناس لحد ما اديها وجعتها من كتر الرامي ومكملة برضو عادي خلصت في الاول على المعارضين السياسيين واحد واحد شوية قالت عليهم اخوان وشوية بياخدوا تمويل من برة وبتجي لهم اجندات خارجية محطوط جواه دولارات وشوية عملة وشوية خوانة واي حد يشوف السيسي وما يوقعش في دباديب ويبقى جسوس على طول لان علميا الشخص الوطني لازم يدوب في هوا السيسي واي حاجة بيعملها يعمل انقلاب بقى يعمل مجزرة في ربعة والنهضة يغير الدستور يزود عليه فترات رئاسة يعمل اللي يعمله واللي يعترض يبقى خاين وعاوز يدمر البلد ويعمل فوضى ويهدم الامن والامان على دماغنا وبيسفلت الطريق للارهابيين عشان ييجوا بسرعة يغتصبونا والموضوع الحقيقي بدأ يتطور واحدة واحدة ويوسع منهم لحد ما وصلنا حاليا ان الخاين مش بس اللي معترض على السيسي ده اللي بيعترض دلوقتي على الاستاذ امير قرارة في مسلسل الاختيار يبقى خاين برضه ده بقى الحل الاول والوحيد عند الدولة لمواجهة اي حد يتكلم عن مشاكلها وفشالها او ينتقد اداءها في اي مجال واحنا لسه نشوف ايه المشكلة وندرسها ونعالج التأثير واحنا فضيين للهبل ده احنا مشغولين وعندنا بلد عاوزين ندمرها في حل اسهل والحل ده هو المكرثية اللي مش عاجبه اداءنا يبقى لعيب فيه مش فينا وتبقى الخيانة في دمه انما احنا زي الفل وما بنغلطش ولما ظهرت ازمة الوابع الحالية الدولة الحمد لله مفيش حاجة غلط مع عملتهاش وخلقت للفيروس جو يعيش فيه مكانش يحلم به الحقيقة من اول انكار وجود الوابع اساسا في مصر وان الفيروس مستقر في الصين وما بيفكرش يسيبها ويجلنا ولحد التأثير الواضح في المنظومة الصحية وعدم توفير اماكن في المستشفيات لعلاج المصابين وحرمان الدكاترة من كل ادوات الوقاية من العدوى الدولة ثابت الاطباء منهم للفيروس كير واللي يقدر عالتاني بقى وكانت النتيجة ان عدد كبير من الاطباء راح ضحية للوابع ووصل عدد الوفيات بين الدكاترة في مصر بسبب الفيروس لأكتر من 100 طبيب غير المصابين ومع كل المصايب السودة اللي الدولة عملتها في الاطباء دي اللي هي اصلا من قبل الوبع من سايبهم في حالهم وبتقبضهم ملاليم وسايبهم ينضربوا بانتظام من اهالي المرضى في المستشفيات بدون حماية كان طبيعي ان الدكاترة تشتكي وصوتهم يطلع يمكن حد يغيتهم من المدعكة اللي هم فيها لا فيه مستلزمات ولا ادوات ولا حتى الوزارة بترضى تعمل لهم مسحاد دورية ولما الدكاترة صوتهم طلع الدولة بدأت تفكر تعمل معهم ايه توفر لهم كيمامات وبيدى العزل لا طبعا حاجات دي مكلفة وبعدين اصلا احنا بنبعث المستلزمات دي للصين وايطاليا على هيئة هدايا انت عايزين اننا نبطل نهادي الناس وندكنتوا الادوات ايه قلت الزوق دي لا فيه حل اسهل واحسن ومتجرب الحل ده هو المكرتين احنا نقلب الدنيا عدة كترة وانطلعهم خوانة ومش وقفين جنب البلد في الظروف الصعبة ومتقعسين كمان اي دكتور بيفتح بقه عشان يتكلم عن الاوضاع السيئة للاطباء وتأصير الدولة في حمايتهم والحفاظ عليهم من ضمن البلاغات اللي نزلت رف على الدكاترة الفترة دي بلاغ ضد مونا مينة وكيلة النقابة والمنسقة العامة لحركة اطباء بلا حقوق البلاغ ده بقى بيتهم مونا مينة بايه بيتهمها بانها اخوان مسلمين اه والله طب اجد عندي مسيحية على فكرة انتو حتى مش عارفين تتهموا الناس بكذب ده انتو لو عملتوا ضدها بلاغ بيتهمها انها مش دكتورة اصلا كانتها تبقى مبلوعة شوي وطبعا كل ده كوم واللجانة الالكترونية اللي خدت الامر انها هتبسك على الدكاترة كوم تاني بوستات بتتكرر لتشويه الاطباء وقصص متقلفة لتلويس سمعيتهم قدام الناس وحاجات بقى من نوعية الدكتور اللي كان جعان في النبطشية في اكل العيان والدكتور اللي فارش بقى اعضاء المرضى قدام المستشفى عشان يتاجر فيها ده غير اتهامات العمالة والاخوانة واصارة البلبلة وزعزعة نخلة الاستقرار اللي الرئيس واعلنها من فوقها وطبعا حاجات بالوساخة دي مش معقولة ما تشتركش فيها الشرط ده تخصصها يعني فبنلاقي ان بالتوازي مع حملات الهجوم على الدكاترة وتخوينهم في الاعلام والسوسيال ميديا برعاية الدولة بدأت عمليات الابضة على بعض الدكاترة اللي حاولوا يعترضوا او يوصلوا صوتهم ومن كام يوم الامن اتدخل لمنع مؤتمر صحفي لنقيب الاطباء وحاصر النقابة والمؤتمر تلغى فعلا وبقدرة قادر الدكاترة اللي كانوا بيضحوا بارواحهم كل دقيقة في مواجهة الوبا اتحولوا المتأمرين على استقرار البلد كل ده عشان حاولوا يكشفوا التأثير ويطالبوا بابسط حقوقهم بس للأسف الدولة قالت لهم عليش والله احنا ما عندناش حقوق عشان ندهلكم احنا عندنا تهم بس خدوا تهم خير ربنا كتير بس اللي الدولة مش فهمها او مش عاوزة تفهمه ان الحل السحري بتاع تلفيق تهم الخيانة والعمالة بدون سند او دليل ده اللي شغالين فيه بقالهم سنين مش هينفع طول الوقت ولا الناس هتفضل مصدقة والسلطة وهي بتطلع المكارثية من الدرج عشان تستخدمها ضد خصومها فاي ازمة لازم تفتكر كويس ايه اللي حصل لمكارثي نفسه اللي انتهى به الحال ان كتبه خلاص ما بقاش يخش عن الناس وقارفوا منه وما بقاش يصدقوه ولا بقى بيكل معهم اتهام المعارضين ولا بيقتنعوا بيه وده اللي بيحصل عندنا حاليا مع كل الهجوم الممنهج على الدكاترة والاتهامات اللي بتتحدف عليهم تعاطوا في الناس مع الدكاترة بيزيد مش بيقل ومحدش بقى بيصدق ولا بيبلع تهم الاخوانة والعمالة والحاجات اللي كانت بتخوف الناس دلوقت بتدحكوا مع البلد اللي ما بقاش عندها غير التهم لأي حد يفتح بقه او بيطالب بحق فواضح كده ان اللعبة اياها دي قدمت وما استخطت وما بقيتش تجيبها اماها ولا حد بيصدقها والناس وقفوا مع الدكاترة بدل ما يخافوا منهم ويقلبوا عليهم والحد ما الدولة تلاقي لعبة تانية تعملها وتهم جديدة تلفقها لأي حد بيعرضها فمعنا اليوم حدوتك الواد بصل كراتي تندهو نداها بلحد الواد ما يصدق الشتا يخلص والحر يهل ويقوم جايب الملاية اللي كان بيتغطى بها في البرد ويقوم مزعها حتة وعامل كل حتة يفطأ وكاتب عليها انه هيترشح في انتخابات البرلمان الجاية ويعلق اليوفط قدام باب داره خير ايه بصلة انت دماغك صننت ولا ايه انتخابات ايه يا ابن المبشورة اللي عاوز تترشح فيها له العين تعال على الحاجب ما معروف ان الانتخابات محجوزة من سنين للحج ميمون شاماند والواد يبصلنا ويقول انضافوا بقى واقفوا جنبي لاجل محقوقكو ترجع لوكو يا بلد بقر الله وكيل يا بلحج قلبنا يحن للواد بس لما الخبر يوصل للحج ميمون يهيج ودم ويفور ويجي البلد ويجمعنا كلنا في دواره ويقول بقى كره اولاد العيبة طيب قدام كل حد العيد الكبير لو ما خلتهش الواد يرتجع عن الانوي علي الحرام ما هتشوفه لا لحمة ولا فتح احسانة سودة دي العزومة اللي بنستنها من السنة للسنة حج ميمون وميمون يتف في الشنة ومايردش ونقول له طب مايترشح وهننتخبك انت وحيات عائل يقول لك انا ما نجحش الا بالتزكية اولاد الموامس ونرجع من عند ميمون يا بلحج بنضرب كف بكف طب نعمل ايه اولاد والمطيبات يقول بصل ابننا صحيح بس اللحمة اهم ونقعد مع بصل نحاول نقنعه يابني يهديك يابني يرضيك والواد ما بيكبرش لحد واللي في دماغه في دماغه ويهم قايمه يبصلنا من فوق لتحته ويقول هتبيعه اللي عاوز يأكلكو طول السنة باللي بيأكلكو مرة في السنة اسفو خصع اللي نفطكو والواد يروح على داره والمطيبات يقول الزوق شكله مش نافع الواد ده لازم يرتجع بالغصب ونبعت عيالنا البلد يقطعه اليفط يا بلحج ويخلوها فتفيت قوم الواد ما يهموش ويكتب على حطان داره بدل اليفط وجرجس عبد المسيح يبيع دكانه ويشتري تليفون من ابو كاميرا ويرابط في الجامع والناس تفتكره اسلم اتبيه قاعد مستني بصلة وهو داخل يصلي لاجل ما يصوره ويقدم فيه بلاغ انه اخوان والحكومة تعكشه بس بصلا ما يهوبش ناحية الجامع والواد غسان اللولي يقول انا هرابت جنب دار بصلا واول ما يخرج هاجي من وراه واضرابه بالشوم على دماغه ام يفقد الزاكرة وينسى موضوع الترشيح ده من اساسه والواد يلبد لبصلا بالايام والليالي بس بصلا ما يفارقش الدار وغسان اخر مايزها يقوم عشان يروح اتبيه من كتر مقاعد عند دار بصلا نسى داره هو فين ولما جيه روح تاه وما حدش عارف راح فين لحد النهاردة وفي وسط ما احنا محترين يدخل علينا اوراني ومراته الغزي ويقول انا لقيتها يا اهل البلد انا اللي هضحي وهحل الموضوع لاجل ما اهل البلد ينبسته ويكله لحمة في العيد ووراني ياخد احلام ويطلع على دار بصلا ويخبطوا عليها والواد يقول مين واحلام ترد بصوتها اللي احلى من صوت البلابل ام الواد يفتح الباب وتو ما يفتح يا بالحاج يروح اوراني حادف احلام في حضن بصلا وقافل عليهم الباب ونروح كلنا نمسك في الباب عشان بصلا ما يعرفش يفتح ونبلغ بوليس الاداب وميجي يعكش بصلا واحلام وبصلا يتسجن يا بالحاج وما بقاش ينفع يترشح ونرفع اوراني فيه اكتفنا ونهتفله امان ماهضح عشان البلد هم دول الابطال والا بلاش يا بالحاج ونشوفكوا على خير ان شاء الله